يستمر أرسنال خلال الموسم الجاري في المنافسة على لقب الدوري الغائب منذ موسم اللاهزيمة التاريخي ولكنه لن يتمكن من إحياء الذكرى العشرين لذلك الموسم الأسطوري كما ينبغي حقوق الاستعمال التجاري لمصطلح The Invincibles الذي تعبر به جماهير أرسنال عن هذا الإنجاز المتفرد لم تعد بيد إدارة الناد اللندني ينزليمان حارس المرمى الألماني الذي شارك في جميع مباريات الموسم الأسطوري حارص على تأمين الحقوق التجارية للمصطلح الأشهر لموسم أرسنال التاريخي والآن يعمل على التحضير لفعاليات عدة للاحتفال بمرور عشرين عاماً على هذا الإنجاز الذي لم يحققه سوى الجانرز خاطرت له الفكرة في عام 2020 وأتم الصفقة في 2022 مقابل 30 ألف جنيه استرليني يخطط ليمان لتأسيس شركة تضم في غالبيتها أفراداً من الفريق الذي لم يقهر في إنجلترا خلال موسم 2003 و2004 وعلى رأسهم المدير الفني أرسن فينجر كما يخطط لإقامة مباراة استعراضية لفريق أرسنال 2004 ضد نجوم سابقين لمنشستر يونيتد أو ربما فريق يضم أساطير الدور الإنجليزي فعاليات ستكون ممتعة لجماهير أرسنال بالتأكيد لكن النادي الإنجليزي لن يستفيد تجارياً وعلى الأقل يمكن الإطمئنان أن حقوق استخدام الشعار التاريخي بيداً أمينة